لمناقشة هموم الوطن وإصدار وثائق تساعد المسؤولين في واجب الحفاظ على وحدة البلد وحمايته من الانزلاق إلى من زلقت إليه بلدان أخرى من حروب أهلية يعقبها الدمار والخراب ثم لاستقوى بقوى خارجية وكانت الوثيقة الأولى حول مستقبل مصر والثانية عن دعم إرادة الشعوب العربية والثالثة عن منظومة الحريات الأساسية الأربع حرية العقيدة وحرية البحث العلمي وحرية الرأي والتعبير وحرية الإبداع الأدبي والفني ووثائق أخرى صدرت في صورة بيانات من الأزهر وكعادتي أتساءل بما نسمي هذا الدور الوطني القيادي الذي اطلع به الأزهر الشريف وشارك به في سير أحداث الوطن وحمايته من المتربصين في الداخل والخارج أن نسميه إنجازا في عمق عملية التجديد أم نسميه نشاطا داعشيا فيما يزعم المرجفون والذين في قلوبهم مرض واسمحوا لي أيها السادة المشاهدون أن أتلو على مسامعكم بعضا مما تضمنته هذه الوسائق الأزهرية مما يدل على دور الأزهر الوطني والتجديد في هذه الظروف والملابسات العصيبة فقد جاء فيها دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة أكرر دولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة والتأكيد على أن الإسلام لا يعرف في تشريعاته ولا تاريخه ما يعرف في الثقافات الأخرى بالدولة الدينية التي تسلطت على الناس وعانت منها البشرية في كثير من مراحل التاريخ الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية واعتبار المواطنة مناطل المسؤولية في المجتمع الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن هذا ويضيق المقام عن سرد الكثير مما تضمنته هذه الوثائق شكرا